الولايات المتحدة وروسيا مواقف متباينة وهواجس مشتركة لكن المصالح الثنائية تدفع بطرفين قطعا إلى اللقاء في منتصف الطريق مع بداية الحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية ودفاع البلدين في العاصمة واشنطن قضايا عالمية شائكة تطل مجددا برأسها أبرزها المواقف المتباينة من الأزمة السورية والملف النووي الإيراني وملف كوريا الشمالية وغيرها بيد أن قضية المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي أدوارد سنودن تشكل نقطة الخلاف الأولى بين الجانبين ليس سرا أن العلاقات مع روسيا شهدت لحظات صعبة ليس فقط فيما يتعلق بقضية سنودن سنبحث هذه الخلافات لكن هذا الاجتماع مهم لتجاوز الصدامات ولحظات الاختلاف الغضب الأمريكي من قرار روسيا منح سنودن اللجوء المؤقت دفع بواشنطن إلى إلغاء الشماع قمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي مطلع الشهر المقبل خطوة تعكس مدى التوتر الذي بلغته العلاقات بين الجانبين لدينا نحن والأمريكيين مسؤوليات مشتركة فيما يتعلق بالأمن العالمي والأزمات السياسية والملف السوري يتصدر الأولويات نحن متفقون على الهدف وهو إطلاق العملية السياسية والتحضير لمؤتمر جنيف 2 الذي سيدفع جميع الأطراف للالتزام بميثاق جنيف 1 الأكيد أن التعاون المحوري لموسكو في القضية السورية وملف إيران النووي أمر يدركه المسؤولون الأمريكيون لكن كثيرين يرون أن مبالغة إدارة أوباما في استرضاء روسيا بوتين أضرت كثيرا بصورتها ومصالحها وصف دعوات داخل الكونغرس لاتخاذ قرارات عقابية تجاه الحكومة الروسية حوار هادئ رغم القضايا الساخنة قد تنجح لغة الحوار في تجاوز بعض من الخلافات الأمريكية الروسية لكن لغة المصالح هي ما تعكس حقيقة مواقف هذا الطرف أو ذاك محمد الأحمد سكاينيوز عربية واشنطن